تجددت الاشتباكات في أجزاء متفرقة من العاصمة السودانية الأحد بمجرد انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار الذي استمر 24 ساعة وذكر سكان أنهم سمعوا قصفا مدفعيا في منطقة شرق النيل بالضواحي الشرقية بالعاصمة الخرطوم بينما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات بالمدينة وكأن طرفي النزاع في السودان استعجلا انتهاء مهلة الهدنة القصيرة المعلنة لمدة 24 ساعة أقل من ساعة بعيد انتهاء الهدنة استؤنف القتال في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش والدعم السريع مشهد لم يستثني شمال أم درمان وكذا جنوبها أين سمع دوي انفجارات قوية كما شهدت أحياء عديدة أخرى جنوب العاصمة قصفا بالمدفعية الثقيلة وهو المشهد ذاته في الخرطوم بحري تزامنا مع ذلك أفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرات الجيش قصفت مواقع تمركز قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل وأمام مآلات مجهولة باتت تفرض نفسها في متغيرات الوضع السوداني كانت الهدنة القصيرة أشبه بفرصة للسكان لتخزين الصلع الأساسية التي يباع ما توفر منها بأضعاف أثمانها ما يعني أن توفير أساسيات العيش أضحى أمرا مكلفا ومعقدا وفي الأثناء تعكف الوساطة السعودية الأمريكية حسب مصادر دبلوماسية على الإعداد لاتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد متشجعة في ذلك بما وصف التزاما من الطرفين بهدنة اليوم الواحد مشهد فرار ملايين سكان من ويلات الحرب وما خلفه من صور لجوء قاسية نحو المناطق المجاورة لا يتخلف عن ملازمة الأزمة الخارجية المصرية وفي توضيح لها على ما خلفه قرار السلطات المصرية فرض التأشيرة على دخول اللاجئين السودانيين إلى مصر من جدل قالت إن القرار لا يهدف إلى منع أو الحد من أعداد السودانيين الوافدين وإنما الغرض منه وضع إطار تنظيمي لعملية دخولهم يأتي هذا في وقت تحدثت اللجنة الدولية لصليب الأحمر عما سمته إشكاليات ومعوقات تواجه عملها في البلاد من ضمنها عدم قدرة السلطات المحلية والمصالح الصحية على تسريع عمليات نقل الجثامين وانتشالها بالإضافة إلى عدم القدرة على التعرف على هويتها بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية مضيفة أن ذلك قد يستمر طويلاً حتى بعد نهاية الصراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر